اشتركوا في القناة الله ما صلي وسلم وبارك وأنعم على ذلك الحبيب الذي به تستنير القلوب وبه تتسع الدروب لأنها تأخذنا إلى المحبوب سبحانه وتعالى النهاردة نتكلم عن حديث مهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أنا بسميه حديث فارق بيجعل الإنسان دائما يعرف إلى أين زاذب إلى أي الطريقين الحديث الذي نتكلم عنه هو حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هومان لا يشبعان من هومان لا يشبعان من هوم في علم لا يشبع ومن هوم في دنيا لا يشبع هذا الحديث رواه الحاكم وصحاح وقال على شرط مسلم وفقع الإمام الذهبي حاضر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو يكلمنا عن طريقين يكلمنا عن نمطين من أنماط الحياة يعني حاضر النبي صلى الله عليه وسلم مش بيكلمنا بس عن صنفين من الناس لكن مكلمنا عن تصورين للحياة تصور بيخلي الإنسان يطلب أنه يشبع من الدنيا ويفرض فيها وتصور يطلب أن يبقى مع الله على الدوام وذلك حاضر النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الصنفين دولة ووصفهم بالنهم والنهم هو الإفراد في الشيء وعدم الشبع منه مين بقى يا رسول الله الصنفين دولة اللي هم مش بيشبعوا صنف الأول هو طالب لقاء مولاه احنا لازم نفهم كده حاضر النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا على أن الإنسان لا يشبع لا يشبع من لقاء مولاه بل كلما لقي مولاه وكلما ازدادت أنواره مولاه وكلما زاد مدده كلما ازداد شوقه وعشان كده بقى عندنا طالب العلم طالب العلم النهم فهو واحد عايز يتعلم ويعلم الناس وينفع الناس بعلمه فكلما يوصل لنقطة من العلم يكتشف أنه هو ما خدش حاجة من العلم وأن العلم بحر واسع وهو لا ينتهي فيشعر بأنه ماذا بأنه لابد أن يطلب المزيد من العلم علشان كده بيقول بعض العلماء أن العلم سلسة أشبار فمن دخل في الشبر الأول تكبر ومن دخل في الشبر الثاني تواضع ومن دخل في الشبر الثالث عالم أنه لا يعلم شيئا ليه؟ لأنه فوق كل ذي علم عليم يعني إيه؟ يعني العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة ولا يعرف النهاية يعني إيه لا يعرف الكلمة الأخيرة ولا يعرف النهاية؟ أن كلما شربت من حلاوة العلم كلما اشتقت إلى مزيد من العلم وحظة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في حديث في غاية في الجمال رواه الإمام الترمزي لأن يشبع المؤمن من خبر أن يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة يعني إيه؟ هيستمر يطلب العلم خبر إيه؟ يعني العلم ليستمر في طلب العلم حتى يصل إلى الجنة وذلك سيدنا الإمام أحمد لما سألوه وبيكلموا عن العلم فقال لهم إيه؟ مع المحبرة إلى المقبرة مع المحبرة إلى المقبرة وذلك لما سألوه إلى متى يكتب العلم قال حتى يموت يعني يفضل الإنسان يكتب العلم حتى الموت مع المحبرة إلى المقبرة وعشان كده لازم نعرف أن طالب العلم ده ما الذي يجعله على هذه الحال أنه لا يشبع ما الذي يجعله على هذه الحال لا يشبع إلي خليه يشعر بأنه لا يشبع وأنه نهم النهم هنا معنى عدم الاكتفاء أو الانتهاء أو الاستغناء يبقى ما معنى النهم هنا هو لا ينتهي في العلم يعني لا يعرف أنه وصل إلى نهاية العلم أبداً ولا الاكتفاء ويعرف أنه لا يكتفي بما تعلم التالتة عدم الاستغناء لا يستغنى عن العلم يعني ما يستغناش بعلم عن علم لا خالص يبقى ما إيه معنى النهم هنا ده معنى كلها إيجابية عدم الانتهاء أو العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة لا ليس له نهاية وأنه إلى ربك المنتهى يبقى خلاص عادة تانية عدم الاكتفاء هو ما بيكتفيش بعلم عن علم ليه طيب؟ لأن العلوم بتزداد نوراً بعضها وبعض مش فيه علم بيكفي عن علم حاجة التالتة عدم الاستغناء هو ما بيستغناش عن العلم لا هو حاسس أنه طول الوقت محتاج للعلم وكل ما بيتعلم بينظر أنه محتاج للعلم وهو عشان كده في الآخر خالص قلنا ومن دخل في الشبر الثالث عنه معنى أنه لم يعلم شيئاً يعني ما فيش حد للتعليم ولا في سن ويمكن احنا شفنا نمازج كتيرة من الأبطال اللي تعلموا وحصلوا على الماجستير والدكتوراه وهم بسنهم كبير ساعات فوق الستين وفوق السبعين وشفنا ناس كمان ظروفهم الصحية صعبة ومع ذلك حرسين كل الحرص على طلب العلم بسبب النهم هنا بقى النهم ده اللي هو عدم الشبع محمود ليه محمود؟ لأنه في مرضات الله والاستكسر منه استكسر من حب الله والقرب من الله والإقبال على الله يبقى ده السن في الأول النهم المنهوم الذي هو ماذا؟ الذي هو لا يتوقف عن طلب العلوم ليه؟ لأنه يعلم أنه يعلمه الرب الكريم علام الغيوب آه يبقى هو دوت يبقى هو ليه بقى؟ ليه بيحب طلب العلم؟ لأنه يعلم أن الله هو الذي يعلمه واتق الله ويعلمكم الله وعلم آدم الأسماء كلها يبقى مين اللي بيعلم؟ الله سبحانه وتعالى فهو لا يشبع وربنا جعل العلم هنا رمز لطلب الله رمز لطلب الله لأن العلم فيه حاجتين فيه علم بمعنى تعلم وعلم بمعنى تعليم فهو ده معناه إيه؟ أنه يطلب الله لا لنفسه بل يطلب الله لنفسه ولغيره فبقت الدائرة الدائرة متسعة والدائرة كلها تدور على مرضات الله عشان كده هو لا يشبع لأنه لو كان يتعلم لنفسي لكفل كان يتعلم لنفسي ولغيره خلاص يبقى كده هذه دائرة من النور يبقى هذا النهم كلما انتهى ابتدى كلما انتهى ابتدى هذه الدائرة اسمها دائرة ايه؟ دائرة النور دائرة الايه؟ النور لكن يخبرنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في نوع تاني من النهم معظمنا بيتعرض ليه هو النهم بالدنيا وفي رواب تقول طالبوا مال طالبوا علم وطالبوا مال فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن في الحديث بيحكي لنا عن طبع من طباع الناس طباع الإنسان طباع البناء أدمين وعادة من عاداتهم اللي ملازم أغلب البشر واللي هي الحرص على المال والحرص على الدنيا وربنا أثبت حقيقة مهمة في كتابه العزيز لما قال وتحبون المال حبا جم وكمان سبحانه وتعالى قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة طب خلاص دي حاجة عندي ناس كتيرة وفي حياة الناس زين للناس يعني أغلب الناس وأنا عايز أقول أن حب المال مش حب المال باعتباره نعم باعتباره عطية ورزق من الله مش جريمة ولا ذم لأن الله سبحانه وتعالى قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا إنما المزموم إيه هو الشرع يعني إذا كان المال أو الولد أو حتى الدنيا فدي عطية من الله فهي في ذاتها في ذاتها عطية نعمة لكن إيه المزموم وإيه الحرام وإيه اللي يود الواحد في ده هي الشرع والطمع اللي يخلي الواحد يحصل الدنيا ويحصل المال من حله ومن حرامه أو بالتعبير النبوي النهم اللي ملوش نهاية ولا يعرف لا اكتفاء ولا يعرف نهاية وعشان كده حضرت النبي هنا بيفرق لنا مما بين معنيين مهمين الأول حب الدنيا والنهم بيها وده المنهي عنه وبين حب الحياة وحب الإيه ما بين حب الحياة وده شيء وقيمة مهمة جدا 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 في حياتنا وده يعبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت القيامة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها فليفعل ونطلب الدنيا لكن عندما يتحول ده إلى نهم فنجري كالوحوش في البرية ونتصارع ونتقاتل ويسفق بعضنا دماء بعض وتقطع الأرحام في هذه المسألة في هذا النهم ويصبح النهم ده هو اللي مسيطر علينا في كل تفكرنا فنقع كما قال صلى الله عليه وسلم هلك عبده الدينار فيبقى هبد الدينار وهلك عبده الخميصة فنهلك إذن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيحكينا عن طبيعة للإنسان والطبيعة دي ممكن يتم تهزبها بالمناسبة عن طريق تسكية النفس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكها ويبقى نهمنا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يحبه وما يرضاه لنا طيب نعمل إيه بقى أول حاجة عشان ما كانش دايما أنا بحبه وأنا بقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده بلاغة هل ممكن يكون نعرض وإحنا بنعرض الإجراءات اللي إحنا ممكن نحلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن النهم في الدنيا ممكن يحلوا النهم في العلم الجواب نعم إزاي يعني أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن النهم في العلم يقلل عننا النهم في الدنيا إزاي أن النهم في العلم يعرفنا بالله فلما نعرف الله إلا يحصل تسكن نفسي وأن الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما تعدون فأصبر ما أصرعش على الدنيا فأعرف الله سبحانه وتعالى ولما كمان أبقى ناهم في العلم يبقى عندي حاجات تانية ممكن أنشغل بيها أنشغل بالنور فأنا لو عندي مال وعندي دنيا أنشغل بالمال أنشغل بالعلم الذي يجعلني أستثمن هذه الدنيا فيعود بالخير علي وعلى الناس إذن النهم بالعلم يحل مشكلة النهم بالدنيا بأن المال عندي يمكن استثماره فنعمل مال الصالح للرجل الصالح فيبقى عندي مال آه وأنا نهم يعني عندي مال وأستثمره ولكن أستثمره بعلم فيعود الخير علي وعلى الناس كمان النهم في العلم يخليني أعمل يخليني أعرف أن المال ليس غاية ولكن المال وسيلة فأستخدم المال كوسيلة يبقى العلم أعلمني من صاحبه هذه الدنيا الله فما يبقىش منهم ليه؟ لأنه قال وفي السماء رزقكم وما توعدوني عن طمئنه بلاش تبقى شرح طيب الحالة الثانية أني نهمي بالعلم يحل كمان نهمي بالدنيا ليه؟ أتعلم إزاي أستثمر العلم فبدل ما بقى عندي شرح في امتلاك الدنيا أستثمر الدنيا فلما أستثمر الدنيا إيه اللي يحصل؟ يحصل سعة حالة الثالثة لما بقى ناهم بالعلم إيه اللي حاصل؟ أحس بإني العلم بيقدمني اقتروحات كتيرة في الحياة فأبتدي أعمل إيه؟ أجعل المال ليس غاية ولكن أجعله وسيلة فأرتاح وما فضلش أجري وراه لأنه اللي بيخلينا يبقى عندنا نهم بالمال ونهم بالدنيا بأن الدنيا لا تسطح أن تكون غاية والمال لا يسطح أن يكون غاية فأنا إذا جعلت المال أو الدنيا غاية إيه اللي حاصل؟ كل شوية بقى إيه دهم تقل وجدهم لا يسطحوا أنهم يقولوا غاية فتأتي نفسي تقول ليه؟ يبقى إيه أنت لو أكسرت لو أنك أفرطت في طلب الدنيا لو أفرطت في طلب المال ستصل إلى غايتك أصلا الفكرة غلط من قال أن الدنيا أو أن المال غاية الدنيا والمال وسيلة ولذلك الله سبحانه وتعالى يعطينا هذه الأشياء وسائل لكي نحقق القيم ونعيش بالغايات ونعيش بحسن الأخلاق وعشان كده لازم نفهم ده بشكل واضح موسيقى